هو السفر ويروج للسياحة بالجزائر على طريقته الخاصة بلادنا شابة قصة شاب مدون يعرف بسياحة داخلية بأسلوب متميز هكذا يروج للسياحة جمال الجزائر على طريقة الفلوك كل هذا واكثر معنا فحمى مصانع محتوى ريتابعنا في هذا التقرير حاضر معنا في الستوديو صفيحة اليوم صباك سعيد نفا وشكرا لقبولك الدعوة شكرا لإصلاف كما يحضر معنا أيضا المصور حسن أيتبوالي أهلا بكم ورحبا بكم وشناك أيضا في التقرير أهلا بك شكرا لإستضافتكم جميل نبدأ معك نافا حماما يأكيد فكرة مميزة وفكرة جميلة نشوفه انتبعوا خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة في السنوات القليلة الماضية منذ انتشارة للطريقة الجديدة ربما الاستهوات خاصة الشباب الجزائر والعربي بصفة عامة العديد من المدونين سواء أو صانعين المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب والفيسبوك وحتى الانستغرام وحتى المواقع الجديدة اللي عرفت انتشارة الفترة الأخيرة كل واحد عنده طريقته الخاصة وعنده استيلتاء وكل موضوع ونسبة مشاهداته وعدد المتابعين له انت مشيت اخترت ربما مجال صعب شوية في الجزائر انه لو في بلد آخر ربما يكون أسهل لكن في الجزائر الفكرة هذه بدأت بطريقة متأنية صح التعبير في بلادنا لكنها عندها مكانتها إذا تحدثنا خاصة إذا نغوصه في الجانب السياحي كيف كانت بدايتك في هذا المجال بصفة عامة؟ بداية كانت انه اني حوث على الشغف ديالي وصف باللي عنه لها ديالي تستهويني يعني على بل يبلي حيكونوا كيان صعوبات بغض المنبر عوش حيكونوا صعوبات مالية مادية أراء الناس انه انا الداخل تحرقني عفصة هادية يعني غصف هذا المجال وقابل فيه يعني حتى لو كان زيما الناس في نظرهم سنكون ماشي ناجح ربما كما قلتها سنكون دايما عندك عاقل مشاهدات وصح لو كان زيما تجد فيه المجال الآخر هيتستقطب أكثر أكثر وأسرع طريقة أسرع لكن هذا المجال يبقى دايما شغل نقص الوطيرة تهاو مقارنة مع مجالات أخرى تكلموني يا مجالات أخرى دايما يبقى ناقص الوطيرة تهاو لكن مع هذا نتقبل ونسعف هذا المجال ما عندك مشكلة والتجربة كيف شاف أيضا حسن كيف شفت التجربة يعني في حد ذاتها أنك خاصة حتى المصور في هذا النوع من السفريات إن صح التعبير أنك تتنقل في عدد من الولايات والمصور عنده شغف وعنده حب خاصة للصورة أيضا وأنك تصور وتلقى بمناطق من هذا النوع فبالتالي أنك تحاول دايما أنك تخرجها شاب على كيف شراها يعني صحيح بالله الرحمن الرحيم هي هتكون هواية تانا هي هواية تانا تصوير أنا صادقي لكن في هذا المجال هدايا نصيبه بلزاف صعوبات بسطوح لأماكن وتلتقى تصور بس المشاهد يدوقت هذه اللحظة معك يعيش معك اللحظة هذه أنه كان فرق بين تعطيله صورة جامدة وصورة فيها طبعا 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 لو كانت تمدلو صورة جامدة ما رحش ما رحش يفهمها لو كان ما تعطيله أنت هي صورة معبرة قال هذه تكي يشوفها يفهم يقدر يفهم هذه حكاية يعيشها ما رحش هذه المرحة ما رحش هذه المكان الفيديو الفيديو يشوف مناطق الفيديو يتحرر لكن صورة لا لا صورة هي عن عن إحساس والتدسيد جامد سي فرصة احنا أن نشوف هذا الضمان هدايا و فيه تعب كبير فيه تعب كبير حتى الصافر ولا فيه تعب كبير يعني حتى حتى الجزائر فيارجين سحة تعبير بنحية السياحية حتى نافع وتحدث تحدث حسان تخال الكلام مليح خاصة فيما يخص فيما يخص الصورة لأنك لما تقدم فرق بين تمدي صورة جامدة وصورة معبرة تحت في فيديوهاتك جميل أنك تعيش هذه اللحظة مع المدون ولا تعيش اللحظة في هذه الفلوغ بحد ذاته أنه سهل أنك تمشي وتأخذ صورة مشاهد للمنطقة وبعد ينتركبهم وتقدموا المشاهد لكن أنك تخلي المشاهد يعيش معك هذه اللحظة كانوا موجود معك في الفيديو فهذا الشي صعيب إذا أنك تلاحقه طبعا الحاجاز يكون عندك لأفوية تاك يعني ما تستنعش بالكاميرا هذا أهم شي عندك من المدون الإنسان عندك يشوف يحس بك أنت على طبيعتك هنا يبدأ يحس ويبدأ يكمل معك الفيديو لكن يشوف أنت مستنعت ربما كان الناس يعرفون أنه يحكموا عليك أنت كيف يجب وراء الكاميرا تتبدل فهمت تتلعت المقضاء هنا سيكملهم معك لكن أنت تكون على طبيعتك وعلى شخصيتك أنا ستعطي لهم الدفعة قال يكملوا معك يشوفوا أنت كيف يجب أنت بعد منها تشدهم تشدهم وتتخليهم تتخليهم يكملوا فيديو ما يقولون أنت كنت تتبعين وراح يحس راح يحس أنت وش راك تحس لأنك أنت تتحكم في الإحساس دياله تعطي له وش راك تحس ولكن أنت تحس ولكن أنت ما تحس يعني أنك أنت مصطنع ماشي يحس وماشي يوصل له للباسكو ما كاشي كنت كنت بيناتكم يعني أبار ذلك الفيديو اللي بيناتكم يعني إذا أنت عرفت لحق المساج ديالك عن طريق الفيديو وشخصيتك وطبيعتك راح يحس وتعملتك محياس وهنا الفرق بين أنك تقدم هذا العمل فرق بين أنك تخدم وأنه هواية لأنه لو كان تخدم في هذا المجال وبما تمدها تمد صورة جامعة كما كان نحكي وما حسن لكن أنك هوايتك وشغفك وحبك لهذا الشي فيخليك دايما تمدلوا تمدلوا هذه اللمسة اللي تخلي الناس تشدها وتحب تتبحها بالضب أنك أنت تكون خدام في هذا المجال وراح دامين لكونا عندك دافع هادك تعلمالي السلام عليكم وانا هناك دا هكتندخل دراهم يعني حتدير هاتديرها تروح البلاصة تعجب وما تعجبكش هناك طرحت لنا راح لنا البلاصة مادر في المادر تشعلها بوسكو داخل رأس وش كنت نسنا فيها مش هي هي ملتماك راحنا للصطيف ملتماك قلعنا قسنطينا واخرج فيديو وش بيت قسنطينا بوسكو رايش حبيت حبيت نميد عفسة حبيت يعني حسب اللي شغول ما متتبنتي يحبوا عفسة وروحنا قسنطينا مش هي قسنطينا مش هي صطيف مش هي صطيف قسنطينا ديروك تهموا وهذا وش داني أنا مصطيف لقسنطينا في فكرة واحدة شغف ديالي شغف ديالي وحبي وروحنا بدون أي تخطيط موسبق وروحنا ودرنا رحلة شباب الزاف ما شاء الله ما شاء الله حسان نعود نقول ليه دائما للصورة حتى الصورة الجامدة والصورة المعبرة لأنه تحدث حتى نافع قال أنه العفوية أهم شيء خاصة في مثل هذه الفيديوهات وحتى أنت كيفاش 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 تحاول أنك تلت تقدمنا الصورة الجميلة للمناطق لو نعرف حنا شي موش مخبي أنه المناطق سياحية في الجزائر ماش مناطق لمستعملة ولا مناطق لمجهزة أنك كما تصورها تجي شابها لكن أنه مناطق مناطق هكذا يعني طبيعية كما كما خلقها الخالق فبالتالي كيف تعامل معها نوع من هذه المناطق يعني في هذه المناطق نحن كنسفر بعض المناطق التي على بنا هذا المكان شباب بزاف وفيه نقدر نلتاقطه فيه صور معبرة أول حاجة لازم المصور يتخيل الصورة قبل أن يصورها لازم يتخيلها يشوف المنطقة ويتخيل الصورة إذا عجبته هو المصور إذا عجبته هو أكيد حتى يجب المتابعين يحاول عدة مرات لإلتقاط الصورة من كل زوايا باش يلحق باش يلحق الصورة أنها عندها معنى ويشوفها المشاهد ويفهم الصورة نقدر نصور لك أي مكان نصور لك مكان هذا الجميل نصوره عادي ما تعجبكش نوري لك نوري لك الصورة تشوفها ما تعجبكش ولكن مع بعض المحاولات وبعض الجهد مراحي سهلة أن تلتاقط الصورة للمتابعين باش يشوفوا الصورة هذيك تعجبهم يفهم الماكن هذك وش تقصد به أنت الفيديو وش حبيت لحق له وش الصورة تحصلها الفيديو يقدر يبين لك منطقة بصح الصورة تبين لك ش المنطقة صحيح الفيديو يبين لك المنطقة بصح الصورة ما يبين لك وش هي منطقة ليش دادك أكثر قلاتي جوالك في الجزائر ما خير ما حبيت تقع تصورها تقع تصور فيها المنطقة لي أترض فيها حد الآن هي منطقة تمرست في موسم الشتاء كان الرمل فيها تلجا ما شاء الله من أجمل ما رأيت من أجمل مشت منطقة تمرست فيها تلجا حتى نافع قال تابعنا في تقرير في تصريح وقال بأنه جزائر قارة الله يبارك وهذا دليل آخر نافع بابا مش المنطقة ليش دادك أنت أكثر من خلالة جوالك في الجزائر وحبيتها وحبيت أنك تمد فيديو لها ولا تخلي فيديو يعني تقدم فيه أفضل ما لديك يعني نحكي لك على اللحظة ونحكي لك على منطقة اللحظة كان تغرب الشمس من منطقة سعرها في النابو لا الله مهلا ذو كافضلنا أبنشوفوا وحدنا أبنشوفوا أقدم نشوفوا ستنمتاز وعندك جبال سيسلة جبالية جبال جبال ومبعدها بحر ورب الشمس كتب باللي هذا أجل من الغرب شفتوا في حياتي كما باش ما نقوش فيها في العالم باش أنا ما زال ما شفش غرب الشمس في العالم في حياتي قرف قرف وقد بقيت خزرها سبحان الله بعد حطت الكامير وقد بقيت أنا نعيش اللحظة ذو كادلتي أنا نعيشها عشتوا أنا تم خلاصة في الكاميرا فكرتم مهم وقد بقيت وقد كنا نعيش خزرها سبحان وقد بقيت نسبح سبحان وقد بقيت غرف وما في انستغرام حطتها بزاف عليش برشكو حبيتها حطتها بزاف حطتها مادة زاوية حطتها بزادة عليها فيديو هذه اللحظة الوناطق كل واحدة والطابعة ديالا كلمسا العراقة وهران وهران مدينة 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 انك زام جيك الضيف على بره تده الوهما مدينة حضارية قسنطينا قسنطينا العران ديالا بكتاع الجسر خلاص تسكت تقدر ما تحضرش تقدر مدينة تاريخية نراف عنا با طيبة عن الناس طيبة عن الناس صحراء الكرم والبساطة وعايشين والسعادة تشوفها 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 فايس بسيطة ومش يضع مكبار طيبة يصوتها عايشين صربية وعايشين يكلهم الحمية صادق تحسب اللي يشغل يلاك عندك نظرة الصفري يبدلها لك الصفري يخليك تكتشف يخليك تكتشف العباد المناطق يخليك تكتشف عشبارتي يا شباب يكتشف روحك متاع وش تحب وش تحب انت وش تحب تحب رفعية تحب تتمرمد تحب تعيش اللحظة تحب بصالة تحب تصنع إيجابية سلبيت صفري يخرجهم لك صحيح حسن فهذه النقطة إذن أنتم شباب جزائريين تتحثوا الآن حول نقاط مهمة خاصة متعلقة بالسياحة في الجزائر هنا سياحة في الجزائر لم نستطمر فيها بعد الوزارة الوصية أو المسؤولين على القطاع بصفة عامة الله ترون بأنهم بأمس الحاجة إلى ملاحظات لشباب من أمثالكم لجولوا في مختلف ولايات الوطن بطريقة عفوية بيحبهم للوطن وبحبهم الاكتشاف هذا الوطن أنهم وجمال هذا الوطن أنه فيه مناطق صحيح لو استطمرنا فيها فبالتالي ستكون مناطق بين مناطق الأكثر رواجا في العالم من ناحية السياحية أكيد أكيد يصنف الجزائر بلد الجزائر تاني أجمل بلد عربي الجزائر يصنف تاني أجمل بلد عربي من حيث المناخ من حيث كل شي السياحة السياحة في الجزائر حد الآن الشباب رأهم ما كاش الدعم نحن نشقى ونكتشف بعض الأماكن لي كما قلت أنت ممكن تكون من أجمل أماكن العالم وحقيقة كأن أماكن تصنف من أجمل أماكن العالم ضرناها أنا وصديقي قد ما نوصفها لك ما تقدش تتخيلها بلد الجزائر ما كان جميل جدا ما كان جميل جدا وإحنا ما دابنا نلقا وشباب هذا ما دابه نلقا الدعم من طرف الدعم السياحي ما دابنا نلقا ما كاش ما كاش توفير بش نلحقول هذو كل الأماكن مخلاج نبقاعدوا في هذه النقطة من خلال تجوالك في هذه المناطق وشنو النقائس اللي شفتهم اللي لقيتهم فيهم ولازم ما يكونوا شي إلا حبينا تكون لدينا سياحة لازم هذا النقائس لازم ندركهم في أسرع وقت أول حاجة اللي هي النقائس هذو لازم تعلموا الثقافة السياحية الثقافة السياحية في الجزائر ما كاش هي أكيد نسافر تشوف تشوف الناس عندها إقبال كبير السفر وتشغل بعض الأماكن لكن الثقافة نقصة ندرك بعض الأماكن حتى تقول سبحان الله ماشي بشر اللي جاء زار هذا المكان من ناحية النظافة من ناحية كل شي حتى النظافة عندنا مشكلة كبيرة في المنظافة هذه النظافة أنصح أي إنسان سافر أي مكان يخلي فلاس تنقيها جميل لأن المكان اللي رحت له خلي تنقي خلي مكانك نقي النقائس كان بعض النقائس اللي هي كما نقول لموالي الترنسبور باش تلحق للأماكن لو كما تكوش عندك سيارة لو كما تكريش سيارة لو كما ماش تلحق أبدا لها دوك الأماكن سي ذي تلحق للولاية لك حبها من من الولاية باش نكتشف الولاية نكتشف الولاية ما كانش بعض الأماكن رح نتمش نتمش وذان كيلومات خلقها خبش وعشرين كيلومة تعبش على ديت عليها باش نكتشف هدك المكان نفح حسنا قال كلام جميل فيما يخص الاستثمار في الفرد من ناحية التقافة السياحية إذا أردنا أن نروج لجمال بلدنا وإذا أردنا أن نستطمر في السياحة الجزائرية كيف ترى أنت إلى هذه النقطة ندعم نقوم ندعم وكيف ندعم في الأفزا نخترى وصلنا في الليل في الليل وحدة واحدة ما كاش حاولنا لدي زوطة الرخاص ما كاش لدي زوط برج ما كاش كل شيء مغلوق بدنا في الباصل وسمى جبل الوحش تبع عمله جبل الوحش أسمى يخلع في الخنزير حشك الديب الكلب فيها كامل حيوانا الشغل الذي يقدر يكونوا في التزيل خطأ على زعمه وشنو أول أفزا تهددنا في هذه الليلة اللي بتناهي فيها إنسان كيف نظرنا صباح ونعبت نتوما نتوما ونقلت بقتوا في الجبل الوحش ألا أخو يجو يدو لكم ما فيه يجو يضربوكم وما يجو شاف نحن كنا خايفين من كوتي من الحيوان في نامو وإنسان ولي كان يهددنا مصدر الخطر والثقافة السياحية في الزال شوي نقصة ما زلنا نشوفه السائح ما يسكنش هنا عندي عندي شوال وليش نحقره وما نريد في قولي عندي نقدر نتوالي وما يشوفوني ما زلنا لا لكسنا ممتعوني نسا يحصى في قيز يارك في حياتي في بلد يارك أنا نوري لك أنا نتوأ تلاقينا بإباد هكذا قال الله سمحونا ما نعرف لكم جايين أعطونا لكم لكم خطار جاي لكم جايين إن شاء الله ندروع رحلة ماخير كنتم في انستاغر وليف يبعتم هذا إيجابيات سيربيات كان مهدد إحنا رجال من قدروا صعنا مزلنا مهددين قالوا لازم أحد مع عيلته وليده صغير مرت بززاف مستبعد بززاف 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 الكواتي الخلاب يعني تخذ تروح اللي وزويتها لك آمن صعنا تروح لغابة كده كفان مع دارك ومقدر شو بيها مزلنا باعد موش قدر نقوله في الآخير حسن ما يخص كيفاش اللخصه اللخصه الموضوع بصفة عمه الموضوع على كل شاب جزائري أو شاب الجزائري باللي عليه يكتشف بلد دياله يروح يسافر لأنه السافر كما قال صديقي يعلمك بزاف أمور يعلمك تقافات يعلمك حتى يعلمك حتى أنتك كيفاش تير وإن شاء الله نلقا بالدعم تتطور حتى فكريا حتى فكريا حتى المستوى يرتفع حتى المستوى يرتفع بارك الله وفك حسن نافع تفضل في الأخير كيفاش تقدر تلخص هذا التجربة تجربة التدوين عبر الفلوغ يعني صحة تعبير واخترت المجال الترويج للسياحة في الجزائر رغم المخاطر اللي فيه رغم الصعوبات اللي فيه ولكن يصار صورة جميلة عن الجزائر يبقى يبقى أمر استحق التثمين ويجب الاستثمار فيه والتفكير فيه بجدية ليسا كدلك طبعا هذه النقاط التي ذكرتهم كان مصحاها لكن يبقى الحب ديالي والشغف ديالي أكبر من كان وشا حنت لقى وتلقيت ضغوطة وتلقيت كده نكمل ويجب أن نضع مشاهدات ويجب أن ننظر على لو كان نقارن عباد وشدار وشدار لم يكن نبنقع لو كان كان جنروف كان عندي الفرص أكثر سأكون أكثر شهرة أكثر ما عندي ما ليش أنا ناضي أنا نحب وشد أن ننظر لو كان يشوف نصر واحد كان ينصر فرص خمسة فليا لم يكن أنا أنا لم يكن لم يكن مكنا لا يكن لم يكن لن يكن نصر فلنصر لا أن تنظر أمام أمام عزيزة ونبدأ نظر أمام 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 هناك فقد نظر نظر مدين أمام وإنت أمام 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 هذا بصادر الشغف اللي يحرك فينا في أي مجال رياضة مجال ديني تقافي سياحي استثم الطاقة دي لك وخرج قوة إيجابية دي لك وخلي نستفع بها إن شاء الله ربي وفقكم شكرا لك نفح ماما الصانع محتوى وجودك معنا اليوم أتمنى أولك التوفيق إن شاء الله ومزيد من النجاح خاصة في هذا المجال إن شاء الله يكونوا لي